نطلع أحمد على المحادثات الجارية بشأن هذه الصفقة خصوصا وأن وفدا من حماس كما أعلن هو في القاهرة لمناقشة هذا الموضوع حتى الآن فضيلة لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن وصول وفد حماس إلى القاهرة لكن من المرتقب بطبيعة الحال أن تعلن حماس عن ردها النهائي على هذا المقترح الأخير الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل يومين ويحظى بدعم كبير سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي هذا ما كشف عنه البيان الثلاثي الذي صدر عن أطراف الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بعد ساعات قليلة من إعلان بايدن عن مقترحه للصفقة المتعثرة حتى الآن بين إسرائيل وحماس والتي تقتضي وقفا لإطلاق النار وتبادل الأسرة والمحتجزين على ثلاثة مراحل تبدأ بالإفراج عن فئات معينة من المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف الإطلاق النار وتنتهي بإعادة إعمار قطاع غزة وفي هذه النواحي ربما تكون هناك كثير من نقاط الاتفاق بينها وبين المقترح المصري الذي جار التفاوض على أساسه قبل نحو شهر أو أكثر من شهر وهناك بعض النقاط المختلفة في المقترح الخاص لكن على أي حال هناك مؤشرات ربما على قبول حماس لهذا المقترح وإن لم يصد ردها بشكل رسمي لكن حماس ترفض أن يتم الضغط عليها وكأنها هي الطرف المتسبب في عرقلة الاتفاق لأن حماس وافقت على المقترح المصري وترجعت إسرائيل في اللحظات الأخيرة وأجهضت المقترح عبر بدئها العدوان على رفح الفلسطينية ومن ثم هناك أيضا معضلة أخرى هنا تكمن في الوجود العسكري الإسرائيلي في رفح وهي أيضا معضلة في مواجهة الاتفاق على هذه الصفقة بمعنى أن إسرائيل الآن لديها خطط للتوسع في رفح ولديها خطط لإقامة جدار تحت الأرض على الحدود بين مصر وقطاع غزة وتطلق من آن لآخر بعض الأخبار الصحفية التي تشير إلى أن مصر هي من تعتزم بناء هذا الجدار كنوع من اختبار رد الفعل المصري على ذلك وهي الأخبار التي نفتها القاهرة بالطبع وبتالي كل هذه التحركات العسكري الإسرائيلية في رفح والسيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر تضع مزيد من العرقيل أمام تنفيذ هذا الاتفاق إن تم التواصل عليه بالأساس ترجمة نانسي قنقر